لماذا حدثتكم عن الغيبة و عن فلسفة الغيبة بينما العنوان فلسفة الرجعة فلماذا حدثتكم عن الغيبة و علتها عن الغيبة وجانب من فلسفتها و حكمتها لأن الغيبة مقدمة لمرحلة الظهور للعصر القائمي الأول نحن في مرحلة التأويل منذ زمان بيعة الغدير ومرحلة التأويل مرحلة تدرجية تتحرك باتجاه العمق شيئا فشيئا الحركة في زمان الغيبة ستكون بطيئة لكنها ستكون سريعة جدا زمان الظهور ومن هنا فإن من أوائل الأمور التي سيقوم بها إمام زماننا حين ظهوره أن يضع يده على رؤوس الخلائق كي يرتفع مستوى العقل البشري حين ذاك ستكون العقول مهيئة لإدراك أسراري وتفاصيلي وأغواري الغيبة فأنا أقول لكم إذا كانت الغيبة التي هي مقدمة للظهور مقدمة للعصر القائمي الأول نحن لا نستطيع أن نحيط بأسرارها الكاملة إلا بعد الظهور وبعد أن تترقى عقولنا فهل سنتمكن من إدراك أسراري مرحلة الظهور قطعا لن نتمكن من إدراك أسراري مرحلة الظهور حيث يتواصل عالم الغيب مع عالم الشهادة وحيث ترتقي العقول ارتقاء عظيمة وحيث يظهر من العلوم والمعارف ما لا نستطيع أن نتخيله بشكل مطلق ونحن في مرحلة الغيبة لا بد أن تعرفوا أنه لا وجه للمقايسة في جميع الاتجاهات بين مرحلة الغيبة وبين مرحلة الظهور إذا أردت أن أقول من أن الفارقة ما بين الغيبة والظهور هو أبعد بكثير مما بين السماء والأرض هو نحن نسبح في السماء لكن هذه التعابير هي التعابير المتداولة والتي تعارفنا عليها وإلا فالأرض تسبح في السماء وما هذه الأجرام من النجوم والكواكب إلا زينة لسماء الدنيا نحن جزء من السماء بوجه من الوجوه هذا التفصيل ما بين السماء والأرض ناظر إلى حيثية من الحيثيات إلى جهة من الجهات على أي حال هكذا يقال حينما يكون الحديث عن افتراق كبير عن مسافة شاسعة يقولون إنه كبعد السماء عن الأرض أو أبعد من السماء عن الأرض حتى هذه التعابير ليست نافعة إذا أردت أن أقوم بمقايسة فيما بين خصائصي مرحلة الغيبة وخصائصي مرحلة الظهور هذا واضح وواضح وواضح جدا من آيات الكتاب الكريم المفسرة بهذا الشرط المفسرة المفسرة بتفسير علي وآل علي مع براءة مطلقة من قذارات تفاسير سقيفة بني ساعدة ومن قذارات تفاسير سقيفة بني نجف بني طوس طهروا عقوف لكم طهروها طهروها إذا أردتم الاقتراب من ثناء خدمة إمام زمانكم طهروا عقولكم طهروها من قذارات مراجع النجفي وكربلاء طهروا عقولكم طهروها فلقد شحنت بقذارات هؤلاء عبر الأجيال عبر الأجيال منذ زمان الطوسي وإلى الآن فبحسب آيات القرآن المفسرة بتفسير علي وآل علي الذي يرفضه وينكره مراجع النجفي وكربلاء بسبب سفاهتهم وسخفهم وضلالهم وجهالتهم وجهلهم وإلا كيف يضعفون ويشككون وينكرون تفسير علي وآل علي الذي يفترض أنهم قد بايعوا عليه في بيعة الغدير لكنهم نبثوا العهودة المأخوذة منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وهذه العبارة دقيقة كأنهم لا يعلمون هم يشاهدون هذه الحلقة الآن إنني أقول هذا لا عن تخمين عن معلومات دقيقة البعض من مراجع النجفي يتابع هذه الحلقة يتابع هذا البرنامج عبر التلفزيون والبعض منهم يتابعه عبر جهاز الموبايل أو الآيباد وقد وضع الهيتفون وضع السماعات في أذنيه وصوتي الآن يخترق أذنيه يخترق آذانهم إما عبر شاشة التلفزيون وإما عبر سماعات الهيتفون في آذانهم أنا متأكد من هذه المعلومات ومتأكد من أنهم يعرفون صدق قولي ويعرفون أن الحق هو الذي يطرح في قناة القمار ومتأكد من أنهم سيحاربون هذا الحق بكل ما أوتوا من قوة هذا هو الواقع الشيعي أقول هذا الكلام وأنا متأكد من صدقه وحقيقته ووجوده في الواقع الشيعي ولا أبالي بالذين يتابعونني هل سيصدقون هذا الكلام أو أنهم لا يصدقونه تلك مشكلتهم ما هي بمشكلتي أقول فإن الآيات المفسرة بتفسير علي وآل علي مع أحاديثهم بشكل واضح تبين لنا الفارق الكبير والكبير والكبير ما بين مرحلة الغيبة ومرحلة الظهور أقرب لكم الفكرة بمثال هل هناك من مقايسة بين الوضوء وبين الصلاة لا وجه للمقايسة في جميع الاتجاهات الوضوء عبادة وصلاة عبادة كذلك الغيبة مرحلة من مراحل التأويل والظهور مرحلة من مراحل التأويل لكن لا وجه للمقايسة الغيبة مقدمة وهي مقدمة ضعيفة لذي المقدمة الذي هو في أعلى درجات القوة ومع كل ذلك فإننا لا ندرك أسرار الغيبة إلا بعد الظهور وبعد أن تترقى العقول وبعد أن تنتشر عجائب العلوم وغرائب الحقائق حينئذ ندرك أغوار الغيبة المهدوية فبعد هذه المقدمة هل نحدث أنفسنا من أننا نستطيع أن ندرك أسرار مرحلة الظهور في زمان الغيبة إذا كانت الغيبة التي هي مقدمة ضعيفة للظهور القوي لا نستطيع أن ندرك أغوارها في زماننا هذا في زمان الغيبة فأنا لنا أن ندرك أسرار الظهور وهي مرحلة أرقى وأرقى وأرقى في كل اتجاهاتها وفي كل حيثياتها لا نستطيع أن ندرك أسرارها في زمان الغيبة فما بالكم بالرجعة التي لا وجه للمقايسة فيما بينها وبين مرحلة الظهور مرحلة الظهور برغم رقيها وعظمتها لكنها هي مقدمة لمرحلة الرجعة العظيمة وكل السر وكل الحقيقة في مرحلة الرجعة العظيمة يتجلى في الدولة المحمدية العظمى ذلك المثمن الذي دفع الحسين نحره ثمنا له وسيدفعه مرة أخرى أي مثمن هذا أي مثمن هذا الذي يدفع الحسين له ثمنا نحره مرتين أي مثمن هذا أي حقيقة هذه وهؤلاء مراجعكم الأغبياء يقولون من أن الرجعة لا تساوي فلسن لا تساوي قلامة ظفر ماذا أقول عن هؤلاء ما هذا وإليكم الذي هو ناطق رسمي عقائدي باسم مرجعية السستاني دام ظلها الشريف ما هو يردد في مجالسه هذا الكلام نقلا عن مراجع حوزة النجف الطفسية ماذا أقول عن هؤلاء الذين بعضهم ينكر الرجعة مطلقا ويقول ما من رجعة هناك الرجعة هي ظهور الإمام في زمان ظهوره الشريف ومنهم من يرى أن الرجعة لا تساوي فلسان ومن أن الرجعة لا تساوي قلامة ظفر وحتى الذين أثبتوا رجعة بعض الأموات ولا علاقة لهذا الموضوع بالرجعة التي أتحدث عنها رجعة بعض الأموات تلك أحداث ووقاع من وقاع عصر الظهور لكن هؤلاء الأغبياء الذين تلقبونهم بآيات الله العظمى لا يعرفون ثقافة العترة ولا يدركون عقيدة العترة وهم يقرؤون في الزيارات وفي الأدعية مرارا وكرارا ويقرؤون ما جاء في تلك النصوص ويرددون هذا الكلام في حضرة الأمير وفي حضرة الحسين من أنهم يؤمنون بالرجعة هؤلاء ماذا أقول عنهم أغبياء ثولان فهشلون جهان كذابون هؤلاء لا خير فيهم مثل ما قال أمير المؤمنين ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر هؤلاء يقرؤون من دون تدبر من دون فهم ومن أين يأتيهم الفهم وعقولهم قد غطست في الخرائن الناصبي في قذارات النواصل من أين يأتي لهم الفهم هؤلاء لا فهم لهم لا قيمة لهم عند أهل البيت لأن أهل البيت هكذا وضعوا لنا قانونا إمامنا الصادق وضع لنا قانونا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا وفهمهم مننا فهؤلاء لا هم بالمحسنين لأحاديث أهل البيت ولا هم بالذين يفهمونها وفقا لقواعد التفهيم العلوي هذا علي يفهمكم بعدي هم ذهبوا إلى قواعد التفهيم الشافعي إلى قواعد التفهيم المعتزلي وارتكسوا في تلك القذارات هؤلاء أبعدوا النفس عن دين محمد وآل محمد طهروا عقولكم نظفوها من قذارات هؤلاء لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه الجهة لكنني سألخص لكم الكلام الغيبة مقدمة هي ضعيفة جدا بالقياس إلى العصر القائمي الأول ونحن لا يمكننا أن ندرك أسرارها إلا بعد الظهور الشريف وبعد كل التفاصيل التي مرت والعصر القائمي الأول إذا أردنا أن نقايسه بالرجعة العظيمة هو ضعيف أيضا بالقياس إليها لأنه مقدمة وعصر الرجعة العظيمة هو عصر تدرجي هو جزء من مرحلة التأويل يتدرج شيئا فشيئا حتى نصل إلى القمة السامقة إلى جنة الدنيا إلى دولة محمد العظمى إلى مملكة سيد الوجود ومالك الوجود إنه محمد صلى الله عليه وآله في دولته العظمى التي دفع الحسين نحره ثمنا لها ذلك هو القسط الأول وأما القسط الثاني فسيدفعه الحسين وبنحو أقسى وأبشع مثل ما مر علينا قسطا ثانيا لزبدة الرجعة العظيمة قارنوا بين هذا المنطق وبين هذا الفكر وبين هذه الثقافة وبين ثقافة أولئك الأغبياء الذين تقلدونهم من مراجع النجف وكربلاء وماذا يعتقدون وماذا يفكرون وماذا يحملون من ثقافة في رؤوسهم أتحدث عن الثقافة العقائدية أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة التي هم أبعد ما يكونون عنها وأقرب ما يكونون إلى ثقافة وعقائد النواصب أقرأ عليكم حديثا من غيبة النعماني إنها الطبعة التي أشرت إليها في الحلقات الماضية صفحة 178 الحديث التاسع بسنده عن المفضل ابن عمر قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبتين القصيرة والطويلة التي نعرفها بالصغرى والكبرى إن لصاحبي هذا الأمر غيبتين يرجع في أحدهما إلى أهله إنها الغيبة القصيرة يرجع في أحدهما إلى أهله أهله أشياعه المخلصون له وإنما رجع إليهم لأنه تواصل معهم في الغيبة القصيرة بنحو يختلف عن تواصله معهم في الغيبة الطويلة أنا أنا لا أريد أن أقف عند الرواية طويلا حاجته في آخر الرواية لا بد أن تعرف من أن صاحب الأمر بدأت إمامته الفعلية وبدأت غيبته الفعلية بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري وإمامنا الحسن العسكري استشهد في الثامن من ربيع الأول في السنة الستين بعد المائتين ثمانية ربيع الأول سنة ميتين وستين للهجرة استشهد إمامنا الحسن العسكري وبدأت إمامة إمام زماننا فعلا في ذلك اليوم لكن اليوم الكامل الأول هو اليوم التاسع وإلا فإن إمامة الحجة بن الحسن بدأت إذا أردنا أن نتحدث عن بدايتها بدقة بدأت في اليوم الثامن في اليوم الذي استشهد فيه إمامنا الحسن العسكري وصلى عليه ولده القائم وبعد ذلك غاب عن الأبصار من هنا بدأت الإمامة الفعلية المهدوية وبدأت الغيبة الفعلية المهدوية لكن من اليوم الثامن من شهر ربيع الأول سنة 260 للهجرة إلى اليوم الثامن من شهر شعبان من تلك السنة خمسة أشهر هذه الفترة الذي ناب عن إمام زماننا السيدة حكيمة ناب السيدة حكيمة وكذلك السيدة الجد إنها والدة إمامنا الحسن العسكري في هذه الفترة خواص الشيعة كانوا يلجأون إلى السيدة حكيمة هذه التي مراجع النجف وكربلاء لا يوثقونها في كتب الرجال تف على كتبهم وتف على مناهجهم هذه المناهج القذرة السيدة حكيمة لا توثق وهل هي بحاجة إلى توثيق من ذول الغبران الطاعين الحظ هذا الأمر يناقشونه حينما يناقشون في أحاديث ولادة إمام زماننا فحينما يأتي ذكر السيدة في حكيمة يقولون من أنها ليست موثقة في كتب الرجال بلا عليكم ذول اشتحشوا يهم شتقول لهم ذول سرابيت ختلية ماذا تقول عنهم أنا أحدثكم عن المرجع الأعلى أحدثكم عن زعيم الحوزة العلمية أحدثكم عن هاي الشكولات هؤلاء هم الذين يقولون أنا لا أحدثكم عن الصغار أنا لا أعباء بالصغار لقي مثلهم في الواقع الشيعي أحدثكم عن الثولان الكبار الذين حينما يتحدثون عن السيدة حكيمة يقولون من أنها ليست موثقة والخوئي لم يوثقها في أبحاثه الرجالية والله خلونا ساكتين خلونا ساكتين على أي حال فمن الثامن من ربيع الأول سنة 260 للهجرة إلى الثامن من شهر الشعبان كانت النيابة لسيدة حكيمة وتشاركها السيدة الجدة والدة إمامنا الحسن العسكري في الثامن من شهر الشعبان في السنة الستين بعد المائتين بدأت نيابة السفراء هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل لكنني قرأت هذه العبارة وهذه العبارة بحاجة إلى شرح إنني قد شرحتها في برامجي السابقة على أي حال أكتفي بهذه العجالة فالوقت يجري سريعا الصادق يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يرجع في أحدهما إلى أهله والأخرى وهي الطويلة يقال هلك في أي واد سلك ما هم يقولون هذا من نواصب سقيفة بني ساعدة ومن نواصب سقيفة بني نجاف بني طوسي يقال هلك في أي واد سلك قلت كيف نصنع إذا كان ذلك المفضل ابن عمر يقول للصادق صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء رواة الحديث المفضل ابن عمر كيف كان يروي الحديث من الأمور التي يشكل بها على المفضل في زمانه من قبل رواة الحديث من الشيعة في الكوفة يقولون إن المفضل يجلس في الطرقات يحدث بحديث أهل البيت تدرون ويا من كان يقعد يقعد ويا الشقاوات ويا المطيرشية مع الباع المتجولين ولذلك كتبوا إلى الإمام الصادقي يشكون المفضل من أنه يجلس مع الناس في الشوارع والأزقة وفي الميادين والأسواق يحدث بحديث أهل البيت هؤلاء هم رواة الحديث لأنه وجد أن الصدع بالحق لا بد أن يكون بهذه الصورة شكوه إلى الإمام إلى الإمام الصادق ولكن الإمام مدح المفضل مدحا عظيما لما وصل خبر وفاته إلى إمامنا الرضا ماذا قال رحم الله المفضل لقد كان الوالد بعد الوالد رضوان الله تعالى على المفضل هؤلاء هم رواة الحديث الذين يروون لأن يبقى في المرجعية ثلاثين أربعين سنة ولم تسمع الشيعة منه رواية واحدة عن إمام زمانها وعن غير إمام زمانها ويقولون عنه راوية حديث مضحكة أنتم أيها الشيعة مسخرة أنتم مضحكة أي رواة الحديث رواة الحديث هؤلاء راوي راوي يروي يتحدث يتكلم دائما يروي يروي ينقل الحديث لو لم يكن المفضل هكذا ما وصلت إلينا هذه الحقائق وهذه الأحاديث ظل ظل تموها الغبران الذين لا يحسنون رواية الحديث ولا يحسنون فهمه المفضل يقول للإمام كيف نصنع إذا كان ذلك الإمام أجابه بهذا الجواب قال إن ادعى مدع إن ادعى مدع من أنه الإمام والمشكلة أن الذين يدعون أنهم الإمام جهار حمير خنازير سفلة ولكنهم يجدون من هم دونهم في الخنزيرية وفي الحميرية فيصدقونه قال إن قال إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله سألوه عن العظائم قطعا هذا الكلام مع من مع المفضل مع راوية من رواه الحديث من الذين أدركوا الأسرار المفضل بن عمر هو سلمان الفارسي في زمان الصادق هكذا كانت منزلة المفضل كمنزلة سلمان في زمان الأمير فمنزلة المفضل كمنزلة سلمان في زمن الصادق هذا هو المفضل بن عمر فالإمام لا يخاطب جاهلا يخاطب المفضل بن عمر فيقول للمفضل بن عمر إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم هذه العظائم يعرفها المفضل إنها عظائم بحسب عقيدة المفضل لأن الحديث بين الصادق والمفضل نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر